يتذكر الإنسان وهو يتقلب في المال ويرى أحوال المال أن أحواله مع الدنيا كأحواله مع المال وأن مآله في الدنيا كمآله مع المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت رواه مسلم في الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواه مسلم في الصحيح الإنسان يقول مالي مالي وما حقيقة المال وما الذي لك من المال ليس لك من المال إلا ما تفنيه أو تبليه أو تنفقه في سبيل الله فتبقيه وما سوى ذلك فإما أن يرحل عنك وإما أن ترحل عنه هذه حقيقة المال وهذه حقيقة الدنيا كل أمور الدنيا إما أن تصرفها في أمور الدنيا وإما أن تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى فتبقى وإما أن ترحل عنك وإما أن ترحل عنها ترجمة نانسي قنقر